هنبدأ إن شاء الله في شابتر سابعة الفلويد ميكانيكس أو ميكانيكا المواقع هنتكلم في الأول على states of matter أو حالات المادة تعريف الحالة الصلبة solid has a definite volume and shape الحالة الصلبة أو الجسم الصلب بيكون له حجم معين وشكل محدد liquid السائل has a definite volume but not a definite shape بيكون له حجم محدد لكن شكل غير محدد زي ما احنا عارفين قبل كده إن السوائل بتأخذ شكل الإناء الموضوع فيه الunconfined gas أو الغاز الغير محبوس has neither a definite volume or shape ليس له لا شكل محدد ولا حجم محدد most substances can be a solid, a liquid or a gas or a combination of any of these depending on the temperature and the pressure يبقى اللي بيعتمد لي العوامل اللي بتحدد لحالات المادة عاملين أساسيين هما temperature درجة الحرارة والpressure الضغط هنبدأ في الموضوع اللي يهمنا اللي هو الفلويدز ما هو الفلويد أو المائة is a collection of molecules that are randomly arranged and held together by weak cohesive forces and by forces exerted by the walls of a container يبقى هو مجموعة من الملكيول الجزيئات اللي بتكون موزعة بشكل عشوائي وبترتبط بقوة تماسك ضعيفة تعريف أكتر وضوح بيشمل لي الليكويدز and الجازز are فلويدز يبقى بوث الليكويدز and الجازز are فلويدز إنما الفلويد ديناميكس describe fluids in motion وهي في حالة حركة the same physical principles that have applied to statics and dynamics up to this point will also apply to fluids يبقى نفس القوانين بتطبق على المواقع fluids have pressure that varies with dips لما نجي نتكلم على pressure of fluid بنقول إن الفلويدز بيكون لها ضغط وبيتغير ضغط المائع مع العمق if a fluid is addressed in a container all portion of the fluid must be in static equilibrium بتكون في حالة اتزان سكوني كل جزيئات أو كل أجزاء المائع all points add the same dips كل النقاط اللي بتكون عند عمق ثابت أو نفس العمق must be add the same pressure بيكون لها نفس الضغط طيب the pressure exerted by static fluid الضغط المبزول بالstatic fluid بيعتمد على depends only open three factors أول عامل هو dips عمق النقطة density كثافة السائل and the acceleration of graph T أو تصارع الجاذبية الأرضية زي ما هنشوف مع بعض الوقت لو عندي إناء مملوء بسائل ارتفاع H وعاوز أحسب الضغط على قاعدة الإناء اللي هي مسحتها A بنقول الpressure هيساوي F by A طيب إيه القوة اللي بيأثر بها السائل هي قوة الوزن الام في الجي يبقى ام جي على A إحنا عارفين من قاون الكسافة إن الام بتساوي الرو في الـ V أو الكسافة في الحجم يبقى شيلة الام وعوضت برو في V رو VG على الـ A حجم الإناء بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع هختصر الـ A مع الـ A يبقى عندي الـ B static fluid أو ضغط المعاعي يساوي رو في الجي في الـ H التعاتي عوامل اللي احنا قولنا عليهم الرو اللي هي الـ fluid density الـ G acceleration of gravity الـ H dips of fluid سي ما هو واضح من الرسم إن ضغط السائل عند أي نقطة لا يعتمد على شكل الإناء أيا كان شكل الإناء لكن بيعتمد على ارتفاع السائل أو عمق النقطة اللي بحسب عندها الضغط if the liquid is open to the atmosphere لو السائل بتاعي معرض للضغط الجوي اللي احنا بنرمس له بالـ B node then B node is the atmospheric pressure الـ B node بيساوي ده مقدار الضغط الجوي مقدار ثابت في الظروف العيارية يبقى لو قال لي احسب بقى الضغط الكل أو الـ absolute pressure هنقول له الـ B absolute هيساوي الـ B node اللي هو الضغط الجوي زائد الـ Rho في الجي في الـ H اللي هو الضغط الناشئ من السائل الـ B بنسميه زي absolute pressure أو الضغط المطلق إنما الجويش pressure اللي هو الضغط المقاس للسائل بيساوي B absolute ناقص الـ B node أو اللي هو المقدار Rho في الجي في الـ H